أكدت الحكومة أن الاقتصاد المصري يعود إلى مصار أكثر استقراراً في مواجهة تقلبات العالمية المتتالية نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة وتحقيق الاندباط المالي واستكمل تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة وأشرت الوزارة إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة فيتش ومودز وستاندرد انبورس بدأت تتحرك إيجابياً كما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو أربعة واثنين من عشر بالمئة في العام المالي المقبل وذلك بما يتطافق مع ما تستهدفه الحكومة وأربعة وستة من عشر بالمئة في السنة المالية ألفين خمسة وعشرين ألفين ستة وعشرين مضيفة أن الخطوات التصحيحية بدأت تؤتي ثمارها بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو من عام ألفين أربعة وعشرين ترجمة نانسي قنقر